بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقدم لكم المراجعة العامة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني والمقدمة من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين يقدمها لكم قسم التربية الإسلامية للصف الأول الابتدائي نذكركم بتلاوة وحفظ سورة النصر والكوثر ومعاني المفردات سوف أتلو عليكم سورتي النصر والكوثر فلنردد معا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَا الْأَبْتَرِ ثم ننتقل إلى المجال الثاني ومجال الحديث الشريف وعُلُّهِ وَدَرْسِ بِرُّ الْوَالِدَيْ السؤال السؤال الأول وهو يقول إملأ الفراغ بالكلمات المناسبة الكلمات أحق أمك أبوك في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من؟ نقاط الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من؟ قال ثم والنقاط قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم والنقاط هيا نكمل معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من؟ أحسنتم أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك أحسنتم قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أبوك أبوك أحسنتم ننتقل السؤال الثاني صل بين العمود ألف وما يناسبه من الصور من العمود باء ألف أتأدب في الحديث معهما أهتم بهما وأحسن إليهما أدعو لهما بكل خير الصورة الأولى تعبر عن اهتمام الولد بأمه فيقول لها شفاك الله وعفاك يا أمي ويقدم لها بعض من الماء الصورة الثانية يدعو الولد لوالديه يقول اللهم أسعد أمي وأبي والصورة الثالثة هذه الطفلة تدعو وتشكر والديها تقول أشكرك يا أبي في الصورة الثالثة تكون معه رقم ألف أتأدب في الحديث معهما أشكرك يا أبي أهتم بهما وأحسن إليهما نعم أحسنتم الصورة الأولى أدعو لهما بكل خير الصورة الثانية أحسنتم ننتقل إلى السؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة أطيع أبي وأمي صح أم خطأ أحسنتم إجابة صحيحة الأم لها مكانة قليلة في الإسلام هل أم لها مكانة قليلة في الإسلام لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاث مرات فالإجابة خطأ أساعد أمي وأحافظ على نظافة البيت إجابة صحيحة أحسنتم الأم والأب لهما فضل وحق كثير على أولادهم نعم إجابة صحيحة كرر النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم في الصحبة مرة واحدة كرر يعني أكثر من مرة هنا يقول مرة واحدة إجابة خطئة كررها ثلاث مرات هيا بنا ننتقل هنا كلمة معنى بحسن صحابتي هل هي بسوء معاملتي بعدم معاملتي أم بحسن معاملتي أحسنتم بحسن معاملتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من هنا الثلاث اختيارات أبوك أمك أحقوا الناس بحسن صحابتي أحسنتم أحقوا ممتزين وننتقل إلى المجال الثالث وهو العقيدة الإسلامية معنا درس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتذكر عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول نقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم أحسنتم أبنائي الطلاب هنا أكمل مما بين القوسين الفراغات التالية هنا أول كلمة معنا المرسلين الإسلام كافة ربي رقم ألف أرسل الله تعالى نبينا محمد إلى الناس أحسنتم كافة يعني جميع البشر رقم ب نقاط هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الشاطر نعم أحسنتم الإسلام هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أحسنتم أحسنتم هنا أجب عما يأتي من هو ربي أحسنتم ربي الله ربي الله ما هو ديني الإسلام أحسنتم أحسنتم ما هو كتابي القرآن الكريم القرآن الكريم ونضيف عليها من هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسنتم 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 صل بين العمود ألف وما يناسبه من العمود باء العمود ألف محمد صلى الله عليه وسلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم العمود باء الإسلام القرآن الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين كلمة محمد صلى الله عليه وسلم بأي نوصلها نعم خاتم الأنبياء والمرسلين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي نعم أحسنتم الإسلام ما هو الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم المجال الرابع وهو الفقه الإسلامي ومعنا درس أعمال الوضوء هنا ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة أمسح الرأس ثلاث مرات أربع مرات مرة واحدة أحسنتم مرة واحدة صلاة المسلم بغير وضوء هل هي صلاة صحيحة أو غير مقبولة أو مردودة غير مقبولة أحسنتم أغسل يدي إلى الرسغين ثلاث مرات أربع مرات مرة واحدة أحسنتم ثلاث مرات هنا النقاط في الأول يقول على صحتي ونظافة جسمي على صحتي ونظافة جسمي لا أحافظ أحافظ لا أهتم أحافظ على صحتي ونظافة جسمي أحسنتم أنوي الوضوء وأقول بسم الله سبحان الله أستغفر الله أحسنتم بسم الله أي عمل نبدأ به نقول بسم الله بسم الله بسم الله هنا يعطيك ثلاث صور وهنا يعطيك جملتين الجملة الأولى المضمضة تكون ثلاث مرات أي من الصور تدل على المضمضة الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة أحسنتم الصورة الثالثة الوجه يغسل ثلاث مرات أي من الصور الثانية أم الأولى أحسنتم الأولى دع دائرة حول الإجابة الصحيحة أغسلوا إلى الرسغين ثلاث مرات الرسغين يكون في القدم أم في اليد أم في الرأس نعم أحسنتم أغسلوا يدي إلى الرسغين ثلاث مرات أمسحوا المسح يكون فين ها أين يكون المسح في الوجه أم الرأس أم القدم أحسنتم المسح يكون على الرأس مرة واحدة أمسح رأسي مرة واحدة أحرصوا على عدم الإسراف في الماء أم الهواء أم الشراب وأنا أتوضأ نعم نستخدم الماء أحسنتم أحرصوا على عدم الإسراف في الماء المجال الخامس والسيرة والبحوث الإسلامية ومعنا درس أبو البشر آدم عليه السلام أكمل مما بين القوسين الفراغات الآتية البشر آدم مريم حواء ألف زوجة آدم عليه السلام اسمها أحسنتم حواء هو أبو البشر جميعا عليه السلام من هو آدم عليه السلام جميع سواء فهم أبناء آدم وحواء من هم أبناء آدم وحواء نعم أحسنتم البشر جميع البشر سواء يعني كلنا سواء لا فرق بيننا فهم أبناء آدم وحواء أجب عما يأتي من أي شيء خلق الله الملائكة الملائكة من أي شيء خلقت أحسنتم من النور باء من أي شيء خلق الله آدم عليه السلام أحسنتم من التراب من أي شيء خلق الله الجن أحسنتم من النار المجال السادس الآذاب والأخلاق الإسلامية ومعنا درس آداب الطعام والشراب ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة آكل طعامي بيدي اليمنى نعم أحسنتم إجابة صحيحة آكل الطعام الذي أمامي نعم أحسنتم إجابة صحيحة ولا آكل من طعام غيري المسلم يعيب الطعام والشراب لا إجابة خاطئة المسلم لا يعيب الطعام والشراب أترك الطعام والشراب حتى يبرد ولا أنفق في الطعام نعم إجابة صحيحة قبل الأكل أقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين هل هذا الدعاء يقال قبل الأكل أم بعد الأكل هنا يقول قبل نعم إجابة خاطئة وهو يقال بعد أطعم أكتب كلمة نعم أمام الإجابة الصحيحة ولا أمام الإجابة الخاطئة قبل الأكل أقول بسم الله نعم أنفق بالطعام والشراب حتى يبرد لا أغسل يدي بعد تناول الطعام نعم أحسنتم الطعام والشراب من نعم الله علينا نعم أحسنتم اقرأ الجملة في العمود ألف ثم صلها بالصورة المناسبة في العمود قبل الأكل وبعده أغسل يدي بالماء والصابون أين الصورة التي تدل على غسل اليدين بالماء والصابون نعم أحسنتم الصورة الثانية نقول بسم الله قبل الأكل أين الذي يقول بسم الله قبل الأكل نعم الصورة الأولى وفي النهاية نتمنى لكم التوفيق والنجاح لأبنائنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر